بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عبر قناوات عين اليوم بإذن الله رح نستهدف فئة التوحد لجميع المراحل الفصل الدراسي الأول المادة هي اضطراب طيب التوحد وموضوع الدرس الاستراتيجية السابع عشر التأخير الزمني معكم إلهام الهوش استعرضنا في اللقاء الماضي استراتيجية التأخير الزمني وذكرنا بأنها من الاستراتيجيات الفعالة مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أي أن كانت قدراتهم وأي أن كانت إمكانياتهم الاستجابة تكون غالبا من خلال إجابة منطوقة أو أدائية بمعنى أنه يقوم بحل وسيلة أو حتى من خلال الإشارة وعرفنا التأخير الزمني وقلنا بأن أبسط تعريف لهذه الاستراتيجية بأنها عبارة عن تأخير التلقين للطالب بمعنى وجود فاصل زمني بين عوض المثير المثير نعني به وسيلة تعليمية أو سؤال أو عرض صور للطالب وجود فاصل زمني بين المثير وعملية تلقين الطالب للأسف عدد كبير جدا من العاملين مع الأطفال ذوي الطراب طيف التوحد أو حتى أولياء الأمور يقومون بالتلقين مباشرة التلقين عملية جيدة جدا واستراتيجية ممتازة ومن الجميلة تدرج في عملية التلقين ولكن لابد من انتظار استجابة الطالب عملية الانتظار لها ضوابط ولها طرق تناسب الأطفال ذوي الطراب طيف التوحد وهذا ما سنركز عليه في لقاء اليوم بإذن الله تكلمنا عن أنواع التأخير الزمني وقلنا بأن للتأخير الزمني نوعين أساسيين تأخير زمني ثابت وهو مفيد وفعال فقط في عملية تقييم الطالب بمعنى أن الطالب لديها مسبقا المهارات السابقة قمت بتدريس المهارات السابقة والآن أرغب في عملية تقييم الطالب مثلا الطالب اكتسب مهارة المعرفة الأشكال الهندسية أقوم بعرض وسيلة تحتوي على أشكال هندسية وأقول للطالب أعطيني مربع لا أبدأ في تسجيل إخفاق الطالب أو أن الطالب غير متمكن لا بد من عملية انتظار الاستجابة ولا أبدأ في عملية التلقيم مباشرة لابد من وضع فاصل زمني بين المثير وعملية التلقيم أعطيني مربع أعطيني مربع ويكون الفاصل الزمني ثابت مثلا 30 ثانية ثابتة في عملية التقييم كاملة ثم بعد ذلك أبدأ في الإيماء أخذ أقل درجات التلقيم أعطيني مربع ثم أضع فاصل زمني مرة أخرى قبل عملية التلقيم هذا ما نعنيه بالتأخير الزمني الثابت أنا أرغب في تثبيت التأخير الزمني 30 ثانية ويتوقف ذلك حسب قدرات الطالب بعض الأطفال عندما أطيل مدة التأخير الزمني يصيبهم الملل فتبدأ ظهور السلوكيات غير المرغوبة لأن مدة انتظارهم قصيرة جدا وهناك طلاب يحتاجون إلى وقت حتى تظهر الاستجابة أقيم مدة التأخير الزمني الثابت حسب قدرات الطالب وهناك التأخير الزمني متدرج بمعنى في البداية لا يوجد أي فاصل زمني بين المثير والتلقيم ثم بعد ذلك أبدأ بزيادة الفاصل بين المثير وعملية التلقيم ذلك يحفز ظهور الاستجابة دون عملية التلقيم من الأساس مجالات التطبيق أين أطبق استراتيجية التأخير الزمني في المهارات الاجتماعية؟ مثلا أنا أرغب في تدريب الطالب على السلام أنه لما يدخل الفصل يسلم على المعلمة هذا هدف اجتماعي مثلا دخل الطالب وبدأ في عملية الكلعام أو بدأ في الأنشطة المختلفة أنتظر ثم أطلب منه أو أعطيه تلقين أنك ما سلمت أو إذا الطالب مثلا ما استجاب للتلقين اللفظي خالد أنت ما سلمت خالد أسلم بعد ذلك أرفع مستوى التلقين أبدأ في عملية التلقين الجسدي أمدية خالد وأسلم ونزيد المدة تدريجيا بين عملية المثير والتلقين المهارات الأكاديمية مثلا أنا عرضت حرف الألف الخالد خالد إيش هذا؟ ألف المرة التي تليها خالد إيش هذا؟ ألف المرة التي تليها تصبح المدة أطول خالد إيش هذا؟ ألف ثم يبدأ الطالب بتقليد المعلم المرة التي تليها مع الانتظار قد تظهر الاستجابة تلقائيا من خالد ويقول ألف دون أن أقدم المساعدة المهارات الحركية تعتبر رائع جدا عملية التأخير الزمني للمهارات الحركية مثل مهارات الطابور الصباحي مثلا أرفع يدي فوق وأقدم التلقين المرة التي تليها أرفع يدي فوق ثم عندما يقوم الطالب بالاستجابة لا بد من عملية التعزيز حتى لو كانت بعد التلقين أرفع يدي فوق في كل مرة أزيد الفاصل الزمني مهارات التواصل لو نلاحظ عندما طبقنا نظام بيكس للتواصل مع خالد لاحظنا أنه قد تظهر استجابة منطوقة لخالد عندما أقول أنا أبغى حلاة وممتاز نقوم بعملية و باستخدام استراتيجية التأخير الزمني أثناء تطبيق نظام بيكس للتواصل مهارات اللعب من المفيد إعطاء الطالب فاصل زمني قبل تقديم المساعدة أو التلقين للطالب أيضا المهارات الإدراكية وهذا ما سنستعرضه في جلسة اليوم بإذن الله كيف نعطي الطالب مهارة إدراكية ونستخدم التأخير الزمني نقاط يجب مراعاتها عند تدريب الطلاب على استراتيجية تأخير الزمني لابد من الإلمام باستراتيجيات التلقين قلنا بأن التأخير الزمني عبارة عن وجود فاصل زمني بين المثير والتلقين ما هو التلقين؟ يجب أن يكون القائم بهذه الاستراتيجية ملم باستراتيجيات التلقين سبق وأن استعرضنا استراتيجيات التلقين وقلنا أنه لابد من مراعاة التدرج في عملية التلقين واختيار التلقين الأقل تدخلا ما أمكاننا ذلك في حال كانت قدرات الطالب جيدة وقمنا بعمل فاصل زمني بين المثير والتلقين يجب اختيار التلقين الأقل تدخلا مثل الإيماء إذا لم يستجب الطالب لهذه الطريقة من التلقين أقول مربع إيش هذا؟ مربع استخدم تلقين لفظي إذا لم يستجب الطالب للتلقين اللفظي أقدم تلقين جسدي للطالب أن يشير مثلا إلى المربع أو أن يمسك المربع ويضعه في يد المدرب أو المعلم أو الأم إذن القائم بهذه الاستراتيجية لابد أن يكون ملم باستراتيجيات التلقين بشكل عام وزيادة المدة حسب قدرات الطالب لابد من الانتباه لهذه النقطة ليس كل الأطفال قادرين على الانتظار أكثر من 20 ثانية مثلا هناك أطفال لديهم قدرة على الانتظار بشكل قصير جدا مثلا البعض يستطيع بحد أعلى الانتظار 10 ثواني بعد ذلك يصيبه الملل والإحباط ولا يفهم ما هو مطلوب منه إذن يجب مراعاة قدرات الطلاب وهناك أطفال آخرين لديهم الاستجابة ويعرفون الاستجابة ولكن بحاجة لوقت حتى تظهر هذه الاستجابة إذن أنا أعرف طالبي أعرف هذا الطفل بشكل جيد وأقيم المدة التي أضيفها بين المثير وعملية التلقين قياس تقدم الطالب من المهم التأكد من أن الطالب يسير بالاتجاه الصحيح من المهم التأكد من أن المدة بين المثير وعملية التلقين تزداد تدريجيا أيضا لجب أن نتحدث عن التعزيز في هذه الاستراتيجية متى نعزز استجابة الطالب ومتى نتوقف أو نمتنع عن التعزيز نعزز الطالب إذا توقع إجابة واطلعت صحيحة مثال إيش هذا؟ الطالب لاحظ وجود صمت فبدأ بإظهار أي استجابة تخطر في ذهنة واطلعت صحيحة أقوم فورا بالتعزيز حتى لو كنت أعرف أنه خمن هذه الاستجابة وأنه لا يمتلك فعلا هذه المهارة وقالها على سبيل الصدفة واطلعت إجابة صحيحة فورا أعزز الطالب إذا استجابة صحيحة بعد الانتظار حتى لو لقنت الطالب وقلت استجابتي إيش هذا؟ مربع قال المربع لأني قلت مربع أعزز الاستجابة الصحيحة للطالب هنا نقوم بتعزيز الطالب متى نمتنع عن التعزيز؟ إذا توقع توقع خاطئ إيش هذا؟ في وقت الانتظار قبل عملية التلقين قال دائرة استجابة خاطئة إذن توقع توقع خاطئ فنمتنع عن عملية التعزيز وأيضا إذا قلت مربع قال دائرة لا أعزز هنا تعتبر استجابة خاطئة حتى بعد التلقين نتوقف عن التعزيز وإذا لم يستجب الطالب الطاقا أيضا نمتنع عن التعزيز هذه الحالات التي نعزز فيها الطالب ولا نعزز فيها الطالب وسوف ننفذ ذلك في جلسة عملية الآن استعرضنا كيف نعزز الطالب والنقاط التي يجب مراعاتها في عملية التلقين وانتظار الاستجابة متى نعزز الطالب ومتى نتوقف عن التعزيز الهدف لدينا الآن هدف إدراكي كما قلنا سابقا بأن هذا الاستراتيجي رائع في الأهداف الإدراكية لدينا هدف الشكل المربع أمامي خالد نلاحظ في البداية لا يوجد أي فاصل زمني بين المثير والاستجابة إيش هذا؟ كول مربع قال مربع إذن يحصل على التعزيز ممتاز خالد إيش هذا؟ مربع قلدني وقال مربع نبدأ الآن في زيادة المدة خالد إيش هذا؟ مو مو لو نلاحظ حتى قللنا التلقين نستخدم التلقين الأقل تدخلا مو قال دائرة لا أعزز الطالب تعتبر استجابة خاطئة خالد إيش هذا؟ مو مربع ممتاز ونبدأ في زيادة المدة خالد إيش هذا؟ مو مربع شاطر فرضا خالد توقف عن الاستجابة خالد إيش هذا؟ مو مو أبدأ في تغيير التلقين إذا توقف خالد عن الاستجابة أبدأ في إضافة المزيد من التلقين مربع في حال لم يستجب مربع مربع توقف عن الاستجابة لا يوجد المزيد من المعزز هذا ما نعنيه بالتأخير الزمني استعرضنا طريقة جلسة تدريبية للتأخير الزمني في مهارة إدراكية وكيف نقوم بعملية التعزيز للطالب إذا استعرضنا الجزء الثاني من استراتيجية التأخير الزمني وسوف نستكمل إجراءات التطبيق لهذه الاستراتيجية في اللقاء القادم بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته